عليه امور كتير جدا نادي الزمالك او فتوح نفسه محتاج انه يكون فيها في المرحلة القادمة طيب بالنسبة للسوريو برضو ده القرار اللي اخده مجلس الدارة برحيله ايه اللي هيحصل فيه المفاوضات الخاصة المادية ما بينه وما بين نادي الزمالك ثلاث شهور روى المستحقات المتبقية لراتب الشهر بالنسبة له هيغضوا هتبقى على الشرط الجزاء وهو شهرين من راتبه نادي الزمالك بيعرض عليه انه هو هياخد شهر ويسيب شهر اعتقد ده هيوافق عليه اسوريو ويعني يقولك يا عم ااخد بقى اي حاجة وخلاص وامشي فيه ازمة اصلا مالية فبالطراضي يعني الامور تبقى مشية بالطراضي وده اللي يعني حقيقة مجلس الدارة يقولك انا مش عايز مشاكل تاني مع اي مدرب الكفاية اللي حصل قبل كده من مدربين مشوا ورفعوا علينا اواضي وبسببها حتى الان نادي الزمالك في مشاكل سواء بوقف قيد او امور كتير بتحصل اه 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 يعني في الاتحاد الدولي او الامور الخاصة باللعبين اللي ما اخدوش فلوسهم امور كتير اللي حصلت حقيقة هناك زمالك في الفترة السابقة بنقل على ان ما اخدوش مستحقاتهم سواء بقى اللعبين او اه اه مدربين زي ما قلت حالتكم كده صبحي وزناري خضعوا للتحقيق فتوح ما حضرش وطبعا ده موقف انا يعني برضو انا بقول لازم اللعيب يبقى اسكى من كده ويتعامل مع الموقف بشكل طبيعي خلاص ده موقف حصل بتروح تقول انا حصل كذا كذا وانا مشيت من المعسكر عشان كذا وبالتالي اه يعني الامور بتمشي بالشكل ده عشان حتى يوم ما تمشي بالنادي الزمالك تبقى انت ما عندكش عداء او عندك مشكلة مع حد داخل نادي الزمالك لان الناس اصلا يعني مش بصادينك ولا حاجة يعني حتى مجلس اداره هم بيتكلموا بيتكلموا احنا عايزين فتوح ومكمل معانا وابن من ابناء نادي الزمالك وا 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 فما عندهمش مشكلة معاك انت اللي عملت مشكلة بالتصرف يعني انت اللي عملت المشكلة بالتصرف يعني حتى احنا بنتكلم مع صبحي برضو نفس موقفك يعني صبحي واحد من لعبين منتخب مصر وجول اساسي لكن راح التحقيق خلاص تعامل بزكاء فهي دي النقطة المهمة كابتن عبدالوحيد السيد في اطار طبعا ما يبحث عنه فريق ورط القدم من استقرار قرر ان ما يبقاش فيه اي يعني تصريحات اعلامية من اللعبين سواء بعض السوشيال ميديا او الوسائل الاخرى في الفترة القادمة بناء على ان الفترة اللي جاء فيه مطش جامد مطش قوي وهو يوم الاربع وبالتالي اي حد هيتكلم او يعبر عن رأيه حتى على السوشيال ميديا هيتم طبعا خصم كبير من مستحقاته في الفترة القادمة في نفس الوقت جامهير ناتزة مالك بتدي رسالة للعبين من خلال يفطى ما قبل التمرين يعني اللي يفطى بتقول شرف الانتماء للزمالك لا يستحقه الا الرجال ده رأي جامهير ناتزة مالك حقيقة ان اللي يخش ناتزة مالك ويلبس تشارت ناتزة مالك لازم يبقى يعني راجل راجل في الملعب راجل في تصرفاته راجل في كلامه هي الكرة كده احنا يا جماعة مجينا لعبنا مع اجيال قبلنا كنا بنشوف مثال للرجولة في الكلام والملعب تفاصيل كتير يعني احنا الواحد تلع لقا جيل كابتن شوبر كابتن قسامة عربي كابتن حسامة حسن كابتن ولي صلاح الدين كابتن هادي خشبة النجوم دي فعلا انا بكلمك على الاهلي رجولة في التعامل حقيقة رجولة في الكلام في الملعب في رأيهم وهو بيدهولك فانت قدوة اي لعب داخل نازل مالك دلوقتي قدوة لاي حد ناشئ طالع او حتى لعيب هيجي او لعيب نفسه في يوم من الايام يبقى موجود في نادي كبير زي نازل مالك لازم يبقى يحس برجولة هذا اللعب الحقيقة طبعا نجوم كبير كانت في نازل مالك قبل كده على مدار التاريخ يعني كابتن ابراهيم يوسف كابتن سمعلي يوسف اشف قاسم نجوم كبيرة حكبتن عمال منصور انا مش عايز انسى حد لان فين جوم كبير وكبات كبيرة ليه نادي زي مالك في الفترة الصبر طيب هنتقل الى النادي